مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سينتهي فصل الصيف مساء يوم الخميس هذا ويبدأ فصل الخريف بإذن الله اعتبارا من صباح يوم الجمعة فالاعتدال الخريفي يبدأ الاعتدال الخريفي يوم الجمعة 23.09.2022 يبدأ في تمام الساعة الرابعة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت مكة المكرمة يبدأ فصل الخريف فلكيا في نصف الكرة الشمالي وفصل الربيع في نصف الكرة الجنوبي ايضا يتساوى في هذا اليوم الليل والنهار او عدد ساعات الليل وعدد ساعات النهار في جميع الكرة الارضية تقريبا وايضا بعد هذا اليوم يبدأ طول النهار في نصف الكرة الارضي في نصف الكرة الشمالي يبدأ بالتناقص تدريجيا وطول فترة الليل بالتزايد أيضا تدريجيا في هذا اليوم تشرق الشمس أيضا من الشرق الحقيقي وتغرب من الغرب الحقيقي يبدأ في منطقة القطب الشمالي ليلا طويلا ويبدأ في منطقة القطب الجنوبي نهارا طويلا يستمر لمدة ستة أشهر كاملة يستمر فصل الخريف فلكيا تقريبا 89 يوما وذلك حتى موعد الانقلاب الشتوي في 21 كانون أول ديسمبر المقبل تعتبر هذه الفترة هي فترة انتقالية ما بين فصلي الصيف والشتاء إذ تتميز بتقلبات كبيرة في درجات الحرارة وازديات تدريجي أيضا في حالات عدم الاستقرار الجوي مناخيا يبلغ معدل درجة الحرارة العظمى في عمان حوالي 26.1 درجة مئوي ومعدل درجة الحرارة الصغرى حوالي 13.5 درجة مئوي شهدت المنطقة أيضا في فصول الخريف السابقة حوالي 36 موجة حر كان آخرها في عام 2020 سجلت أعلى درجة حرارة عظمى في عمان بفصول الخريف السابقة حوالي 43 درجة مئوية وذلك بتاريخ 39 ألفين وعشرين سجلت أعلى درجة حرارة عظمى على مستوى المملكة في دير علة ووصلت حوالي 50 درجة واحد بالعشرة وذلك بتاريخ 49 ألفين وعشرين سجلت أعلى درجة حرارة عظمى في مدينة العقبة في فصول الخريف بتاريخ أووصلت 48 درجة ونص بتاريخ خمسة تسعة ألفين وعشرين سجلت أقل درجة حرارة صغرى في عمان 3.2 درجة مئوية تحت الصفر بتاريخ 24.11 عام 1958 سجلت أقل درجة حرارة صغرى في الأردن في منطقة الشوبك 11.2 درجة دون الصفر المئوي بتاريخ 17.11 عام 1978 مناخيا تشكل الأشهر 19.11 من الناحية المطرية ما نسبته 13% من مجموع الموسم المطري تشير أيضا السجلات المناخية بأن بعضا من مناطق المملكة قد تتعرض إلى تشكل السقية في أواخر فصل الخريف سجلت أعلى كمية مطر يومية في الأردن في منطقة غرب عمان وبلغت تقريبا 100.5 مليمتر بتاريخ 18 عام 1986 سجلت أيضا أعلى كمية مطر شهرية في الخريف في الأردن في رأس منيف وبلغت 294 مليمتر في شهر 11 عام 1986 شهدت الأردن وبلاد الشام في فصول الخريف حالات فيضنات وسيول متكررة مثل الأعوام 2015 و2018 شهدت الأردن أيضا تساقط للثلوج خلال فصل الخريف وذلك في شهر 11 في الأعوام 1979 1982 1986 1994 وأيضا 2004 سجلت أقل درجة حرارة صغرى في السجل للمناخ الأردني قبل الإنقلاب الشتوي في الشوبك وبلغت 16 درجة مئوية تحت الصفر بتاريخ 15-12-2013 أثناء العاصفة أليكسا هذا هو يوم الاعتدال الخريفي وبهذه المناسبة كل عام والجميع بخير وتمنى للجميع أوقات وأجواء ممتعة في فصل الخريف وكل عام وأنتم بخير ترجمة نانسي قنقر